ما يزال المزارعون في منطقتين الكفرين والراما التابعتين للواء الشولة الجنوبية يعانون من شح المياه وصعوبة رأي مزرعتهم معربين عن قلقهم من انحصار رقعة الأراضي الزراعية وجفاف مصدر دخلهم الوحيدة منطقة الراما ومنطقة الكفرين هي من المناطق الأفقر بالمياه بالمملكة الأردنية الهاشمية وتعد من أفقر المناطق يتم تزويدنا من سد الملك طلال بقناة الملك عبد الله كل يوم خميس وهي عرف أنهم يزودوننا كل يوم خميس من سنة 2002 ولكن للأسف الشديد من شهر اثنين ولغاية الآن القناة ما وصلتنا ولا مرة توصل منطقة معينة لمنطقة يعرفها السلطة اللي هي يسموها جسر الدوريات ولكن هناك في عبارات فاتحة وما بتوصلنا لمية كلها تروح بالعبارات وناشدنا السلطة من مساعد الأمين للتزويد وعطوفة الأمين المهندسة منار محاسنة ولكن بدون جدوى ولا بدون أي تحريك أي ساكن صراحتاً نحن نشتكي من قناة الغورة الشرقية لأنها صارت عبارة عن مكره صحية والمزارعين ما في حدا ما استفيد منها حتى بطلنا نتبع الدور تبعها لأنها تيجو لأنها صارت فترة طويلة ما مقطوعة عندنا المية وصارت تشكل لنا عبء من البيها الأوساخ والروائح والأفاعي والبواهش الموجودة فيها فنأمل أنهم يعيدوا لها الصيانة ويرجعوا المية على الدور زي ما كان أول المية منطقة الكفرين والرامة ما تيجي مية للقناة ضعيفة ضعيفة جداً المية معمول عليها مهارب منطقة الشؤون الجنوبية يعني المية تصل لحد الشؤون الجنوبية من تلت الرامة اللي دير على تصل المية أما منطقة الكفرين وأنا مسؤول عن كلامي ما تصل المية لا الكفرين ولا الرامة نحن أصبحنا نتضرر من هذه القناة ونسفيدنها أي شيء نطلب من المعنيين أن متابعة موضوع صيانة هذه القناة بشكل سنوي حتى يستطيع المزارع في منطقة اللواء الشؤون الجنوبية والأغوار أنه استفادة من هذه القناة